اشتركوا في القناة سيدنا الحسين صلوات الله عليه وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد أتقدم بالتعازي والمواساة إلى المقام الرفيع والشامخ للولاية الكبرى والإمامة العظمى مولانا بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وصلوات الله وسلامه عليه على أمل أن الله سبحانه وتعالى يعجل في فرج مولانا الإمام الحجة لأن هذا العالم الذي امتلأ بالظلم يتبدل إلى عالم يملأه العدل للجميع إن شاء الله من مؤمنين ومؤمنات أو غيرهم وكذلك أقدم التعازي إلى جميع المؤمنين والمؤمنات في جميع أنحاء العالم وكذلك جميع المظلومين والضعفاء والمحرومين أتقدم بالتعازي والمواساة لهم وعلى أي حال أشكر جميع الذين ساهموا في هذه الأيام والأيام القادمة في شهري وسيساهمون في شهر محرم وما بقي من محرم وصفر الأحزان الذين سعوا وقدموا الخدمة وساهموا في ذلك وتحملوا المشاكل والمصاعب المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك المشاكل الصحية أشكرهم جميعا جميعا وأرى ذلك من المستحب الشرعي أن أدعو لهم وأن أكون دائما أقدم لهم الدعوة من أهم مقاطع زيارة عاشوراء هذه الزيارة التي وحسب الظاهر الزيارة الوحيدة التي وردت عن الله سبحانه وتعالى وكذلك وهي من الحديث القدسية أن أحد العبارات المهمة جدا وأهم من بقية العبارات هي هذه العبارة اللهم اجعل محياي محيا محمد وممات محمد وآل محمد المعنى البسيط في تفسير هذه المقطع هو أن الله سبحانه وتعالى أنه أكون في هذه الحياة الدنيا ما دمت حيا أن تكون حياتي أموالي عمري ومعاشرتي مع الآخرين وطريقة التعامل مع الناس تكون بشكل كما كان أهل البيت عليه السلام محيا على قول العلماء والكتب الأعديعية هي مصدر ميمي المحيا يعني الحياة الحياة تاء زائدة من الحياة ومن حياة أن تكون حياتي الدنيوية كما هي حياة أهل البيت عليه السلام وكذلك مماتي أن تكون مثل مماتهم يعني العاقبة عاقبة الخير فيها مئة بالمئة لا يمكن أن يكون كذلك نكون كذلك مثل أهل البيت لأنه مستثناء في الخلقة ولكن على قدر الاستطاعة كما قول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن تعمل مثل رسول الله هل نستطيع أن نكون مثل رسول الله لا بمقدار ما نستطيع لا شك في ذلك هذه العبارة قرينة لها خارجية وبهذا المعنى لا أكثر الناس على أربعة أقسام قسم منهم هكذا يقرؤون الأدعية وهم موفقين في قراءة زيارة عاشوراء يوميا وهناك أمر في ذلك الزيارة الوحيدة التي يؤمر بها أن تقرأ يوميا هو زيارة عاشوراء هؤلاء يقرؤون يوميا هذا الدعاء وإن شاء الله يوفقون لذلك دائما ترى أن حياتهم حياة مثل أهل البيت سلام الله عليهم ومماتهم كذلك تكون لها عاقبة الخير كأهل البيت سلام الله عليهم هؤلاء قسم القسم الآخر ليس حياتهم مثل أهل البيت ولا مماتهم مثل أهل البيت وهم أعداء أهل البيت مثالهم أعداء مثل ابن سعد وأصحابي الذين جاءوا لقتال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليس لهم حياة مثل حياة أهل البيت ولا مماتهم مثل ممات أهل البيت شقي في الدنيا وشقي في الآخرة هؤلاء قسم قسم هناك قسمان آخران له شيء أما يكون محياه مثل أهل البيت أو مماته مثل ممات أهل البيت حياته مع أهل بيته مع من يتعامل معهم بالشراء والبيع أو من الموظف والعالم والواعظ ومرجع التقليد وغيرهم هؤلاء ليسوا محياهم كأهل البيت لأن النفس الأمارة بالسوء موجودة والشيطان حاضر وشهوات الدنيا وملذاتها وسخرفها حاضر ولكن مع ذلك تراه يكون له عاقبة الخير لأن الملاك في عاقبة الأمور فإذا كان له ظلم في هذه الدنيا فهذا الظلم يحل في هذه الدنيا ولكن هناك جماعة عكس ذلك كان يعيش جيد ولكن عاقبته عاقبة الشر مثل الزبير عاش وكانت حياته والزبير ابن عم ابن عمتي رسول الله وابن عمتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في زمان رسول الله في خدمة رسول الله وبعد رسول الله ولمدة خمسة وعشرين عام كان مع أمير المؤمنين لم ينقل أحد شيء ضده ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال عندما صارت له الحكومة الظاهرية ولأنه كان ابن عمت أمير المؤمنين أراد أن يعطيه مكان من هذه الحكومة فلم يتحمل ذلك وبدأ يحارب أمير المؤمنين في حرب الجمل لأن حرب الجمل كان أحد أركانها هو الزبير فكانت له عاقبة السوء أما الذي صالت له عاقبة الخير أحدهم هو الحر ابن يزيد الرياحي الحر ابن يزيد الرياحي إذا لم يكن يتوب للإمام الحسين والإمام إذا لم يكن يقبل توبته كان في مصاف ابن زياد وابن سعد وفي مرتبتهم لأن الحر جاء مع ألف فارس ليمنع وحاصر الإمام الحسين في مكان وقد حاصره في مكان أن لا يكون بالقرب من الماء فالإمام الحسين كل هذه الأمور امتحانات قال للحر دعني أذهب إلى قرية وهناك حاصرني لأنه كانت كربلاء في ذلك الزمان محاصرة فلم يعطي الإذن الحر أن يكونوا إلى قرب الفرات ولم يعطيه الإذن أن يذهب إلى قرية مجاورة فقال الحر أن ابن زياد أمرني أن تكون هنا في هذا المكان مثل هذا الشخص أين تكون مكانته ولكن لأنه تاب والإمام الحسين عليه السلام قبل توبته من لطفه وعطفه فأصبحت له عاقبة الخير اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا هناك كلام طويل في قضية الحر وأنا قد بيّنت بعض الأوقات ولكن هناك الآثار الوضعية التي تركها الحر وهو قد قالها عندما تاب قال إلهي أنا أنا جعلت قلوب أهل البيت منكسرة مني وجئت بألف مسلح ألف فارس ومنعت الحسين وكان الحسين يعلم بعاقبة الأمر ولكن النساء مثل زينب وبقية الزينبيات والفاطميات هؤلاء أرعب قلوبهم وحتى الأصحاب الذين بقوا مع الحسين هؤلاء كلهم ارتجفت قلوبهم من موقف الحر قال أرعبت قلوب أوليائك هذه الأثرات ترك هذا الأثر على قلوب أهل البيت لا شك أنه من أهل الجنة ولكن من صلى على الحر قبل دفنه أصحاب أمام حسين الحر أيضا استشهد غير الحر من صلى عليهم بعد ثلاثة أيام إما الإمام السجاد أو أشخاص آخرين بإذن الإمام أو بإجازته صلوا على هؤلاء ولكن بمقدار فرسخ أبعد من الإمام الحسين دفنه هناك كم يذهبون إلى كربلا كم منهم يذهبون إلى الحر هذا الأثر الوضعي هل نحن في زماننا عندما نذهب إلى الأربعين ويقال أنه عشرين مليون وهناك اثنان من الليالي الجمعة في أشهر كم يذهبون لزيارة الإمام الحسين على الأقل مليونين من الناس يذهبون لزيارة الإمام الحسين في ليالي الجمعة كم من الزيارات المخصوصة للإمام الحسين ثلاثة في ليالي القادرة وعيد الأضحى والفيطر وكذلك شوال وذي القعدة وذي الحجة وعرفة والأضحى عيد الأضحى وبعدها عشوراء كم مليون من الناس يأتون لزيارة الحسين في هذه المناسبات لعله مائتين مليون في السنة كم من هؤلاء يذهبون للحر هل هناك مليون ولكن أنا أحب الحر ومكررا وأذهب لزيارة الحر ولا شك أنه من أصحاب سيد الشهداء عليه السلام وبقيت القضايا الأثر الوضعي لا يمكن أن يحل بهذه البساطة حتى لو كان هناك قصور في المسألة فيكون هناك قصور فيترك أثر الوضعي وأنا ذكرت مثالا وكلاهما قصور وليس تقصير يعني عمدا هناك مسألة أن الهمة من الشباب الأعزاء أصحاب الغيرة في جميع مختلف أنحاء العالم أن قضية الإمام الحسين مع الحر وأصحابه كان وأنا خلال عمري ومطالعاتي في التاريخ وفي الروايات بمقدار أن آلاف المنابر والخطباء المحترمين سمعت لم أرى نظير لها في تاريخ البشرية كيف تعامل الإمام الحسين مع الحر هذا يجب أن يصور بشكل فيلم كامل ويعرض على العالم كيف تعامل إمام الحسين مع الحر كفتار وكفتار إمام معصوم عليه الصلاة والسلام وهذا هو لطف الإمام المعصوم فكان الإمام قد جاء إلى فاصلة كانوا ألف فارس مع الحر كيف تعامل الإمام معهم كتب البعض أن الإمام الحسين عليه السلام قد دخل مع ألف وخمسمائة الإمام الحسين فإذا كان هناك حر فكان بالفضل العباس كافي لأن يمحي جيشه الحر قال قصما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لو لا القضاء هناك المبالغة جزء البلاغ لو لا القضاء لمح الوجود بالسيف يعني وجود هؤلاء لم يعطيه الإجازة والإذن للأب الفضل العباس أن يحارب هؤلاء فإذا كانت تقع الحرب هناك على طبق أصول العالم اليوم والإمام الحسين إذا لم يكن معصوما لكان قتلهم جميعا في ذلك المكان والعباس كافي لهم وحتى الذين يأتون من بعده لكان قتلهم الإمام الحسين شخص بعد آخر أحد الأشخاص قال أن إمام الحسين لم يحارب فإذا كان يأتي الآخرون قال إذا كان خمسمائة نفر يبعث العباس سلام الله عليه وحده ويفني هؤلاء نعم لم يعطي الإذن أعطى لجميع إلا العباس عليه السلام حتى هو قد حارب ولكن كان إماما معصوما وكان له العصمة الكبرى كان يعرف كيف يقاتل بالعصمة الكبرى قال فكان الإمام الحسين إذا دخل الكوفة وكان بقية بني أمية يفرون من الكوفة ولكن الإمام الحسين كان يعلم أن قضية عاشرة يجب أن تكون وتقع أن الله شاء أن يراك قتيلا وهذه الامتحان الأهم الذي كان الله عز وجعل قد خلق العالم والدنيا من أجل هذا الامتحان القرآن الكريم قد ذكر بذلك مرار ويهلك من هلك عن بين لازم أن يكون هذا ويحيى من حي عن بين يجب أن تتم الحج على الجميع ليعرف أين مكانه من الجنة أو النار نعم الإمام الحسين عليه السلام قد تكلم مع الحر كثيرا فكلما أراد أن يذهب إلى جهة منعه الحر أن يذهب قال أذهب إلى الكوفة منعه قال أرجع للمدينة منعه قال أذهب إلى تلك القرية منعه قال أجعلني إلى جنب الفرات أيضا منعه الحر قال أن ابن زياد أمرني أن أحاصرك في مكان ليس فيه ماء والإمام الحسين عليه السلام وهؤلاء الألف نفر الذين جاءوا عطاشا قال قال لهم خذوا الماء احملوا الماء ويقال أن 1500 نفر والتاريخ ذلك ينقل أن الإمام الحسين معه في ثمانية ذي الحجة من مكة المكرمة إلى كربلاء المقدسة وكان الناس قد حجوا ولكن 12 و13 بعد بعد ذلك التحقوا بالإمام الحسين وسريعا لم يكن الإمام يسير بسرعة وكذلك الروايات تقول أن من مكة إلى كربلاء إذا كان يمضي بشكل عادي يكون أسبوعين وإذا كان السريع يمضي فأسبوع ولكن جاءوا كانوا يأتون بسرعة ويلتحقون بالحسين الإمام الحسين كان يأتي ببطر من ثمانية ذو الحج إلى ثاني محرم حيث وصل إلى كربلاء ثلاثة أسابيع كان يأتي المدة التي أتى فيها إلى كربلاء من مكة ألف نفر وكانوا أصحاب الحر ألف نفر وكلهم كانوا عطاشوا فقد أعطاهم الماء فإذا لم يكن يعطيهم الماء لكانوا كثير منهم هلك من شدة العطش الإمام الحسين عليه السلام وبيده المباركة كان يحمل الماء إليهم قد سمعتم القصة من الخطباء كان يعطيهم الماء كان يعلمهم كيف يسقون الخيل أو يسقون أنفسهم قليلا فقليلا حتى لا يراغ الماء من فقال ثم بعد ذلك قال ورشف الخيل ترشيف وهذا في اللغة ما معنى رشف الخيل ترشيف هؤلاء الذين كانوا حتى الجياد وال الجياد لهم كانت عطشة لاحظوا في اللغة الفرس إذا كان الفرس أكثر الحيوانات تحملا حتى من البعير ومن البقر وغير لم يتحمل كل هذه حيوانات قوية ولكن الفرس له تحمل كبير في والفرس كتبوا عندما يكون عطشان بشدة كل إنسان يشرب بمقدار الماء يريق الماء بكثرة ويتصور أنه قد ارتوى ولكنه لا يرتوي من لا أرى مكان في التاريخ مثل هذه الكلمة ورشف الخيلة ترشيفا ليس في أصحاب رسول الله ولا مع أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الحروب التي جرت فإذا كان الفرس عطشان كثيرة فيعطوه الماء بطريقة يمص الماء وعندما يمص الماء لا يحس بسرعة أنه قد ارتوى حتى يرتوي ارتواء كامل عطاهم بطريقة لهؤلاء الفرس حتى يشربوا الماء بكامل هذا لجب أن هذه الصورة تنعكس على العالم وهذه تحرك العالم كان الإمام الحسين يستطيع أن يقتلهم ولكن رشف الخيل ترشيفا كان يستطيع أن يبعدهم عنه ولا يقتلهم وهم يموتون من العطش ولكن كتبوا في اللغة أن أصحاب الإمام الحسين وبأمر الإمام الحسين عليه السلام كان يأتون ظروف الماء يأتون بها ويعطوها إلى أفواه تلك الفرس حتى يشربوا منها شيئا فشيئا فكان يقول يأمرهم بأن يأتوا لهم مرة ثانية بالعطش كان يمتصون الماء ثم يستريح الفرس ثم يقول مرة ثالثة حتى أربع مرات رواهم وبأمر الإمام الحسين عليه السلام وهذا هو معنى رشف الخيل ترشيفا من يجب عليه أن يعكس هذه الفكرة للعالم ويبين موقف الإمام اليوم الفضائيات الموجودة هناك مئات الأفلام الضلالة وهم يحرفون العالم عن هذه الحقائق وينقلون أفلام غير صحيحة لأضلال العالم ولكن نحن واجبنا أن نعكس هذه الحقائق الجيدة للعالم حتى يعتبروا منها هل هناك اليوم قصور نعم هناك قصور في ذلك الحر ويجب أن نعكس واقعة كربلاء وقضية الحر إلى العالم وسوف ترون كم تأثير هذه القضية على الكفار حتى على الذين لا يتصلون بأهل البيت ليس لهم صلة يقول الإمام الرضا عليه السلام إذا علم الناس محاسن كلامنا اتبعونا لم يقل اتبعنا بعضهم لأن أكثر الناس في العالم سوف يتبعون إذا رأوا محاسن حتى الذين هم مسلمون أو غير المسلمين أو إسلامهم ظاهري كل هؤلاء هؤلاء لا يعرفون أهل البيت الإمام الحسين صلى الله عليه لماذا قال رسول الله وأنا من حسين أين آثار الأنبياء أين الأنبياء الباقين كم من آثارهم باقية آثار في غنبار إسلام ببركة آثار آثار الإمام رسول الله بقيت ببركة الإمام الحسين عليه السلام إذا كانت العبادات موجودة والتقوى والناس الطيبين والرجال والنساء المتقين فكل ذلك ببركة الإمام الحسين وأنا من حسين وأنا من حسين يجب أن يكون يعكس عمليا للعالم ويروا العالم هذا الشيء حتى يعرف حتى لا يبتعدوا عن الإسلام ويفهموا الإسلام بشكل صحيح وأن لا يستمعوا إلى المغالطات وإلى الكذب وإلى الافتراء الذي يتعرض له الإسلام هؤلاء الذين وأنا سألت بعض أهل أسألهم أسألوا مثل هؤلاء الأشخاص كم من الفضائيات في هذا العالم موجودة اليوم 90% هي فضائيات الضلال والانحراف الآن والحمد لله الشيعة منتشرون في العالم وكثيرون وفي الدول الإسلامية وغير الإسلامية يجب أن يشحذ الهمم الحر عليه الصلاة والسلام كيف تعامل معه الإمام الحسين وهذه القضية ليس لها نظير في التاريخ وأنا أقول بجدية كاملة ومن حيث المجموع ليس هناك في التاريخ البشرية نظير لها يجب أن يبين هذه الحقائق للعالم أن يأخذ المال وينفق هذا المال على هذه المسائل الشباب عشر مئة يجتمعون ويقيم هذه الفضائيات وكذلك الأمل معصومون صلوات الله عليهم كلهم حياتهم يجب أن تكون تصور على شكل أفلام وتنقل إلى هذا العالم ولكن هذا يحتاج إلى هم وإلى تصميم وإلى إرادة من قبل العاملين لتتحقق الموفقية في ذلك أحد المسائل الأخرى التي أحب أن أذكرها ويتعود أيضا للحر أن في التاريخ وهناك رواية أن الحر قد أخذ موقف صلب مع الإمام الحسين ومنع الإمام الحسين وكانت له مواقف صعبة مع الإمام وبقساوة وكان الإمام الحسين كان أراد أن يمتحنه حتى تظهر الحقائق الإمام الحسين صلوات الله قال للحر ثكلتك أمك غالبا غالبا أفراد إن رابع عنوان النفرين أغلب المفسرون يعتبرون هذه الكلمة هي دعاء أن أمك تجلس في عزائك وأنا وأنا أتصور أن هذا ليس إن شاء وأنه خبر ليس الإمام قد دعا عليه ولكن لأنه كان يعلم أن الحر سوف يتوب وسوف يستشهد معه وأن وأن أمه سوف تجلس في عزائه أراد قال له أن أمك سوف تجلس في عزائك وليس سوف تجلس ماذا كيف كان يطلق هذه العباد لكان قال تذكلك أمك المستقبل المحقق الوقوع أليس يعبر بالماضي تكلتك أمك أو تذكلك أمك في القرآن ونفخ في الصور قبل 1400 سنة هل تحقق نفخ الصور كم سنة بعد يتحقق لا نعرف من الروايات يظهر أن ظهور الإمام الحج ومن بعده شهادة بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن الإمام الحسين تكون له رجعة والحجة عجل الله تعالى يجهزه الإمام الحسين ويدفن الإمام الحجة ومن ثم بعده رسول الله وكما ترون في الروايات لعلهم مئة ألف سنة يحكمون ويقول القرآن ونفخ في الصور الذين أهل دراسة والفن يفهمون المستقبل محقق المستقبل باللحن الماضي أيضا في العراق متحقق متعرف بين الناس إذا كان أحدهم يطلب من شخص يقول له إذا كان يريد يقول إذا صار عرس فلان يقول له صار صار يعني ماذا يقول له يعني حتما حتما يتحقق يقول له تحقق ولكن لم يتحقق يقول يتحقق لعله إخبار وليس دعاء عليه وأما المتعارف وبحمد الله وعدد من المراجع العظام أنه في يوم عاشور كانوا يأتون مشات حفات في كربلاء المقدسة وفي النجف الأشرف وحتى ينزعون العباء من على اكتافهم وهذه فيها روايات خاصة وأنا أنا أشير إلى أهل الفن يراجع الوسائل وغير الوسائل في البحار نقلوا هذا الشيء من الكتب القديمة هناك روايات عن الذي يصاب بمصيبة سواء كان أبيه أو أخيه قد مات يستحب وأيضا في العروة موجود هذا الشيء ومن المسائل في العروة التي لم يكتب عليها حاشية لم يحشيها وأنا هناك خمسين حاشية في العروة لكن لم يكتبوا على حول هذه أن الشخص الذي يصاب بمصيبة يخرج حافيا واضعا رداء يعني من دون عباء وحافي القدمين لا يلبس النعل ولا الحذاء ولا وهذا مستحب في الرواية الصحيحة لعبليله بن سنان أن أن الإمام الصادق عليه السلام يقول لعبد الله ورواية صحيحة وسندها صحيحة وليس عليها شبه ولا غبار يقول أن في يوم عاشورة كهيئة أصحاب المصائب أن تكونوا كهيئة أصحاب المصائب مستحب أن يمضي الشخص من دون الرداء وحافي القدمين لأنه فيه أن يمضي في يوم عاشوراك بهذه الطريقة وهناك رواية أخرى عن الإمام الصادق بلا رداء ولا حذاء وهذه أيضا من المستحبات الحمد لله أصبحت متعارفة اليوم بين الناس ولكن الذين يلبسون العباء وفي زمام معصومين كان يلبسون الرداء والعباء لم يكن جزء منه من المستحب أن يمضون بدون عباء وحفاة الأقدام هذه مسألة هناك هناك رواية في الوسائل وغير بعض الكتب الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية سعد بن معاذ خرج بدون رداء وحافية القدمين واعتبر نفسه صاحب مصيبة والرواية مفصلة فيها أن الرسول صلى الله عليه وآله وفي الرسال أيضا موجود وهذه إحدى الخصائص الحسينية لم يكتف في هذا الكتاب الخصائص ولكن من مختلف الروايات جمع إذا تجمعونها تصبح مجلدات أن في مناسبة استشهاد الرسول بعد 1400 سنة هل يستحب أن يمشي حافيا أو بدون عباء لم أرى مثل هذه الرواية في شهادة رسول الله ولا في شهادة الزهراء سلام الله عليها لم أرى مثل هذه الرواية ولم نرى أحد الفقهاء يمضي بهذه الطريقة وحتى شهادة أمير المؤمنين ولا الإمام الحسن ولا بقية المعصومين ولكن الإمام الصادق بعد عشرات السنوات من قضية عاشرة يقول عبد الله بن السنان وهو من ثقات أصحاب يقول له كهيئة أصحاب المصائب أن تم امشي بطريقته كهيئة أصحاب المصائب من دون حذاء ومن دون عباء هنا أقول وأقول دائما وكلما أكرر ذلك لا أبعس بذلك أن الأخوة قد طالعوا كتاب العروة الوثقاء وكذلك بعض الكتب موجود مثل هذه الرواية أن المستطيع للحج لديه عشرة شروط حتى يتحقق فيه الحج أحد أحدها خلو السرب السرب هو الطريق يعني يكون الطريق آمنا إذا لم يكن الطريق آمنا فالاحتمال أن يوقع الخطر فمثل هذا الشخص لا يكون مستطيعا للحج فإذا ذهب ولم يأتي بلاء عليه لم يصبه بلاء لا يعتبر حج الإسلام يعطوه الثواب ولكن لا يعتبر حجة الإسلام ولكن إذا كان مستطيعا في المستقبل يجب عليه أن يحج المشروط عدم عند عدم شرطه شرط حجة الإسلام أن يكون الطريق آمنا أن يكون السرب آمنا من زمن الإمام زين العابدين عليه السلام وحتى الغيبة الصغرى حوالي 150 سنة متى كان زيارة الإمام الحسين آمنا الأم قالوا هل قالوا في زيارة الحسين قلوا السرب لا هذا موجود في الحج فقط والروايات العامة كانوا بالعكس يشوقون الناس ويشجعونهم على الذهاب للزيارة كانوا يقطعون العيدي والأرجل والشخص الذي كان يذهب إلى كربلاء في زمن بن العباس بن عمية وهي فترات كانت شخص الذي كان يذهب إلى كربلاء كان يوصي لأنه ليس من المعلوم أن يرجع بسلام فأما أن يحبسونه في سجون خاص المطبق منها راجعوا محار البحار وأنا ذكرت ذلك في مرة يأتي الشخص من طرف المتوكل جاءوا إلى عدة أشخاص جاءوا إلى بأمر المتوكل من يبقى هنا هذا لا تخلو المكان قال للزائرين فنقتلكم جميعا فقال نقتلك قال اقتلونا جميعا ونحن لا نذهب فقال مرة ثانية هذا الشخص قال المتوكل من يبقى في هذا المكان على مرقد الإمام الحسين موضع قبره نذهب به إلى المطبق لاحظوا فروا جميعا لأن سجن المطبق كان أشد من القتل هم بقوا وقبلوا بالقتل ولكن لم يقبلوا بالمطبق هل قال لهم الإمام الصادق أو بقية الأمة قال لهم لا تذهبوا لزيارة الإمام الحسين قال أني أخاف أحدهم قال أخاف قال ألا تريد أن ترى الله يراك فينا خائفة ولكن في الحج الواجب لم يقل قال ليس بواجب أن تذهب إلى الحج هنا أقول أنا وأذكر أن مسألة الأربعين لزيارة الإمام الحسين عليه السلام الأربعينية قد قلت قبل سنوات في البداية قال الله في قال الله في القرآن تعلموا من الكفار والمشركين عندما قد عادوا من مكة المكرمة حوالي أربعمائة كلمة يأتون إلى المدينة ليحاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله أربعمائة كلمة كانوا يقطعونها عندما كانوا يأتون إلى كان يأمر رسول الله المسلمين تعالوا للدفاع عني وقد نقل ذلك في القرآن قال أن نبيوتنا عورة وما هي بعورة إن يرودون إلا فرارة الرسول صلى الله عليه وآله كان يتعامل معهم بأخلاق فكان يأتون بعذر كاذب القرآن يقول لهم في أحد الآيات أن أن تكون تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون كما تعلمون فإذا كنتم تتأذون في الحرب المشركون أيضا يتأذون ألا يعطون القتل والجرح في جميع حروف رسول الله الدفاعية من حيث المجموع كان المشركين يقتلون أكثر من المسلمين المشركين كانوا يجرحون أكثر من المسلمين وكانوا يأسرون أكثر من المسلمين القرآن انظروا جاءوا من مكان بعيد لقتالكم هم يألمون إن تكون تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لابس أنا أذكر تعلموا من الكفار هؤلاء الذين يقصرون في السنة الواحدة بعض زيارات غير الإسلامية يكتبون في تلك الزيارة لأنها كتبوا أن التأشيرة مجانية لأحدى الزيارات غير الزيارات الإسلامية يذهبون بتأشيرة مجانية الجواز مجاني لذلك المكان الذي يعتبرونه زيارة دينية ويكتبون أن جميع كتبوا الكثير من المسائل كل القضايا في تلك الزيارة تكون أسعار منخفضة فإذا كان الزائرون كثر يجب أن يكون الطلب زائد في الاقتصاد يكون أسعار تغلى ولكن لأنه تلك الزيارة للكفار كل شيء يصبح رخيص حتى الفنادق كل المطاعم كل الفنادق كل البيع وسائقين كلهم يعطون بأسعار منخفضة كلهم يكتب هذا 50% خصوم باكة 80% خصوم هذا 40% خصوم وأنا والكاتب لبناني يكتب حتى الكازوز والكازوز هو بطل البيبسي كل أيام السنة أسعاره معينة ولكن لأنه زيارة مثل هذه يعتبرون الدنيا حتى البيبسي وقنينة البيبسي تخصم أسعارها تعلموا أي المسلمين من الكفار هذه المسائل يا عراق لماذا تأخذ الثمن للتأشيرة تعلموا من الكفر لا تأخذ أسعار للتأشيرة لماذا لا تكون التأشيرات مجانية حتى الكفار في هذا اليوم ألا ترونهم لا يأخذون تأشيرة مثل هذه المسائل لماذا لا تكون تأشيرة كربلا مجانية الزيارات الدينية للكفار مجانية كل الجوازات تكون مجانية إذا لا تعلمون راجعوا وأفهموا أهل السياسة يعلمون بذلك أنا أيضا أعلم ويجعلون اسمه الحج مثل هذه الحج إلى زيارة فلان لا أريد لا أريد أن أذكر اسمه والحج هو القصد المشركين كانوا قبل الإسلام يحجون كانوا يحجون وكانوا يقيمون يعدون الأعمال والكفار وقد قرأتوا في اللغة العربية الحج إلى زيارة فلان اليوم الحمد لله وعمدة العراقيين والله يحفظهم إن شاء الله يقدمون الكثير للإمام الحسين من معكل وملبس ويسهلون المسائل مجانا يعطون بالك للزائرين بقية الأمور يجب أن تكون مجانية الفنادق وأطراف كربلا أن تقام مثل هذه الفنادق الضخمة أطراف كربلا لأن لماذا زائر إمام الحسين ينام تحت الشمس أو ينام ينام بالبرد هذا عيب علينا جميعا كل من يستطيع وإذا لم يفعل ذلك فهو قد خذل الإمام الحسين فسوف يشمله دعاء الإمام الحسين ويصاب بعض تجار الشيعة الكبار لهم هم في ذلك ولكن بعضهم لا يهتم بهذه الأمور يجب أن يكون هناك قرار في زيارة الأربعين الفنادق البيوت تكون مجانية للزوار وحتى الوسائل من طائرات وقطارات وسيارات أيها المسلمون أقول لكم تعلموا من الكفار ولا أستحي من هذه العبارة لأن القرآن هي أمر بذلك يقول لهم تعلموا من المشركين يا أصحاب رسول الله وإذا لم تستطيعوا فأنتم أذهبوا وقولوا لفلان وفلان واطلبوا من الآخرين في الدول غير الإسلامية الذين يعيشون هناك يذهبون إلى أشخاص ويقولون الحكومات يأتي تلك الدول أيضا يأتي منها الزائرون الهند أحدى الدول أكثرهم من الكفار المسلمون أعدادهم أقل من شيعة وغير شيعة هم أقلية هكذا سمعت أن في الهند أن العطل الرسمية هناك عطل رسمية مثل الشيعة في ولادة أمير المؤمنين وغير الشيعة في الوقت الفلاني وكذلك وهناك أيضا في الهند عطل عام أحدها عاشوراء دولة غير إسلامية تهتم بعاشوراء وعطلة رسمية من مسلمين وغير مسلمين يأخذنا هذا اليوم إذا كانت الدول الإسلامية لا تعطل ذلك تعلموا من هذه الدول علينا أن نبذل جهدنا في أي مكان أن نذهب ونقول ونذكر ذلك ونؤكد ونتابع لأنه في الإسرار يتحقق الأمر وهذه كلها مقدمات الوجود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في بقية محرم ما بقي من محرم وصفر أن يوفقنا أكثر وأكثر والسنوات القادمة يحصل لنا التوفيق أكثر كل عام أفضل من العام السابق إن شاء الله كل حسب طاقته وهمته أن يعمل ويبذل وسعه وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين الله عبر سبحانه وتعالى وما أكثر من العام السابق من العام السابق من العام السابق من حالي يذر اشتركوا في القناة